بسم الله الرحمن الرحيم بناخذ اليوم درس التغير الجزء الثاني للرياضيات ثلاثة ريض 261 المستوى الثاني العلوم التجارية اني ناخذ هدف اليوم وميز مسائل التغير المشترك والتغير المركب وأحلها ايو تشوف التغير المشترك يقول لي تتغير Y تغيرا مشتركا مع Z و X او X و Z اذا وجد عدد K لا يساوي صفر بحيث أن Y تساوي K اللي هو العدد الثابت في X في Z اني نكتبه بصورة التناسب فبيبقل Y1 على X1 في Z1 يساوي Y2 على X2 Z2 اني نشوف تمرين على هاي النوع من التغير اذا كانت R تتغير تغيرا مشتركا مع T و V وكانت R تساوي سبعين عندما V تساوي عشرة و T تساوي أربعة فأوجد قيمة R عندما V تساوي اثنين و T تساوي ثمانية مدام قال لي تغير تغيرا مشتركا انا بروح اكتب القانون ما للتغير المشترك R1 على T1 V1 يساوي R2 على T2 V2 اني نعود فبيقول المعطيات اللي عطانيها R تساوي سبعين فبعتبرها هي R1 سبعين على T1 اللي هي أربعة و V1 عشرة تعويض مباشر فأوجد قيمة R2 اللي هي مطلوبة عندما T2 تساوي ثمانية و V2 تساوي اثنين الحين بايي أضرب أربعة في عشرة اللي في المقام يعطيني أربعين ثمانية في اثنين يعطيني ستة عش الحين بايي أساوي طرفين في وسطين يعني باضرب أربعين في R2 وستة عش في سبعين يطلع عندي أربعين R2 يساوي 1120 R2 تساوي 28 ليش لأنه أنا قسامت على 40 وبذي الشكل خلصت من التمرين اللي عندي على التغير المشترك إني نشوف النوع الثاني من التغير اللي هو التغير المركض إذا كان Y تتغير طردياً مع X وإن Y تتغير عكسياً مع Z إذا وجد عدد K لا يساوي صفر فباي بقول معناته YZ على X يساوي K. اشلون؟ باي أشوف هني عندي من الدرس السابق لما Y تتغير طردياً مع X معناته قسمة. فبقسم Y على X وتتغير عكسياً مع Z معناته ضرب. لذلك هني كتبت Y ضرب Z. إني نكمل نشوف بشكل التناسب فبيصر عندي Y1Z1 على X1 يساوي Y2 Z2 على X2 الحب أني ناخذ معاكم اللي هو تمرين على التغير المركب إذا كانت B تتغير طردياً مع R وعكسياً مع T فأوجد قيمة T عندما R تساوي 10 وB تساوي سالف 5 علم بأن T تساوي 20 وR تساوي 2 وB تساوي 4 إني نحط القانون للتغير المركب فبا يقول B تتغير طردياً مع R معناته قسمة وعكسياً مع T فنحطها T مع B ضرب بعد ما كتبنا القانون إني نشوف قال لي علم بأن يعني هني في معطيات المعطيات اللي عطاني إياها الB بأربعة والT بعشرين والR بثنين يساوي فأوجد قيمة T معناته هاي T بثنين هذي بتكون مجهولة والR عطاني إياها عشرة والB سالف خمسة الحين با يضربها 4 في عشرين ثمانين اللي هو في الباص سالف خمسة في T باكتب سالف خمسة T2 على عشرة الحين باي أسوي نفس قبل طرفين في وسطين ذي الشكل با ضرب اثنين في سالف خمسة T2 عشرة في ثمانين لاني نشوف شنو بيطلع علي بيطلع علي 2 في سالف خمسة سالف عشرة T2 يساوي عشرة في ثمانين ثمانمائة بيطلع عندي T2 تساوي سالف ثمانين ليش؟ لأنه ثمانمائة قسمة سالف عشرة وبذي الشكل أنا انتهيت من التمرين على التغير المركب لاني نشوف التمرين اللي بعده حدد ما إذا كانت كل معادلة مما يأتي تمثل تغيرا طرديا أو عكسيا أو مشتركا أو مركبا وأوجد ثابت التغير اللي هو التناسب في كل منها طبعا أنا خذيت في الدرس السابق التغير الطردي والتغير العكسي فبايو أشوف شون أحدد بين الدرس السابق ودرس اليوم المعادلات اللي عندي وكل واحد أحدد أي نوع من التغير أني نشوف أول تمرين لما عندي X على Y يساوي 2.75 أنا عارف لما يكون عندي قسمة فمعناته تغير طردي وثابت التغير هو العدل اللي عندي 2.75 أني نشوف لما يكون عندي ضرب أنا عارف من قبل لما يكون عندي ضرب فهو تغير عكسي والثابت اللي عندي وهو سالب 2 ناخذ تمرين ثاني لما يكون عندي A تساوي 3 في B في C فهذه النوع من التغير بسمي التغير المشترك والثابت اللي عندي ثلاثة أني ناخذ آخر التمرين اللي بعد Y يساوي سالب 11 X هذه بيقول طردي ليش طردي لأن سالب 11 وX لما أنقل X فبتصر قسمة فمعناته Y قسمة X معناته هذه النوع من التغير طردي والثابت اللي عندي سالب 11 أني ناخذ آخر تمرين اللي هو 9 N يساوي B في R وهذه هو التغير المركب والثابت اللي عندي 9 بلاحظ هني في ذي التمرين لما أياحله بياقول من الملاحظات السابقة لما يكون عندي Y على X يساوي كيف هو عندي التغير الطردي ولما يكون عندي Y في X يساوي أي عدد أسمي تغير عكسي وبنفس الشكل أروح لجميع أنواع التغير وبذي الشكل خلصنا التمرين وشكراً لحسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق ترجمة نانسي قنقر